اشتركوا في القناة في كل وقت ربنا بيقول في كل وقت انا تعالوا لي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم ربنا فاتح دي على الدوام في كل وقت طبعا اشهر قصة كلنا عارفينها في الوقت خمستاشر قصة الابن الضال لما رجع وكان متوقع ان ابوه هيتعامل معه يعني بطريقة صعبة وانه هو هيقول ابو انا مستهلش اكون خدام لكن في الاخر ابوه اخده في حضن واقع على نقيه وقبله وبسرعة قال اسرعه وهاته الحل الاولى وحطه خاتم في صباحه وحزاء في رجليه واصباحه العجل المسمى الابني هذا كان ميتا في عشوة كان ضلا فوجد فالقصة دي والاية دي بتاعة سفر ميخة بتورينا ايه محبة ربنا لكل ولاده محبة ربنا لكل انسان ربنا بيقبل الكل في اي وقت يعني طبعا عدو الخير او اشتنا ما بيحارب الانسان عشي يوقع في الخطية اول ما يوقعه في الخطية يبتدي يحاربه باليأس ان ربنا مش هيقبله ولم يوقع في الخطية يقوله ازاي انت توقف تصلي انت مش مكسوف من نفسك ازاي هتفتح الكتاب المقدس ازاي تروح الكنيسة انت انسان يعني اه وح وانسان مش كويس وانسان مليان من الخطية لكن يا ريت الواحد دايما يبقى الاية دي بترن معاه ويقول دايما لا تشمتي بيعدوتي ازا سقطت اقوم ازا سقطت اقوم فانا في كل وقت ربنا فاتح ايده لي لدرجة ان احد الاباء الادسين قال ربنا ما بيجي حسبنا في اليوم الاخير مش هيحسبني يقول انت غلطت ليه هيحسبني يقول انت ما توبتش ليه لان باب التوبة دايما مفتوح والكنيسة بتعلمنا في صلواتنا اليومية توب يا نفسي ما دمتي في الارض ساكنة يعني في كل وقت النداء التوبة لكل انسان اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم هو اذا الان وقت مقبول هو اذا الان يوم خلاص في كل وقت ربنا فاتح اديه في كل وقت ممكن ربنا ايبانا ايه الفرق بين بوترس ويهوزة قديس بوترس لما اخطأ على طول بكى بكاء مرا برجاء وكان قريب من ربنا يقول الكتاب في انجيل معلمنا لواء فالتفت الرب ونظر الى بوترس فمعلمنا بوترس كان قريب من ربنا فما غلط وضعف وشاف نظر العتاب الحلوة الجميلة بتاعت المسيح له المجد على طول بكى بكاء كل الرجاء يهوزة لما غلط كان بعيد عن حضرة ربنا خالص وكان وسط بقى ناس تانية كتير صعبة فعشان كده الخطيئة بتاعت وصلته لليأس وبعيد عننا هلك فعشان كده الانسان حتى في ضعفه بسرعة يلجأ للكنيسة بسرعة يلجأ للصلاة بسرعة يلجأ للكتاب المقدس بسرعة يلجأ لأب اعترافه لانه الكنيسة دايما فتحة اديها لكل الناس والدسقولية بتعلم للراعي الاب الاسكوف والاب الكان يقوله لا تقطع رجاء احد يعني مهما جي انسان في اي وقت بنفسية صعبة بخطايا صعبة فالكنيسة دايما فتحة اديها ما تقطعش رجاء اي انسان ودايما الاية دي الجميلة نخليها دايما قدام عنينا هي الدستور بتاعنا وهي لدايما الرجاء الحلو لنا اللي جات في صفر ميخة ما بتقول لا تشماتي بي عدواتي اذا سقطت اذا سقطت اقوم بسرعة اقوم اذا جلست في الظلمة فالرب نوره لي يبقى مين هو الانسان التايب مش الانسان اللي ما بيغلطش لا او ما بيغلط بسرعة بيقوم على طول القيام بسرعة ده دي لغة التوبة فالواحد ما يسيبش نفسه في الضعف وفي الخطيئة ويستغرق في الخطيئة بالعكس لو غلط مهما كان الضعف بسرعة بيقوم وبيرجع لحضن المسيح بيرجع لحضن الكنيسة بيرجع لأبوة الله بيرجع لأب اعترافه فبيجد النعمة والرجاء وبيجد الحل والحل زي ما قال متنيح البابا شنودة الثالث وبيجد فعلا الادين المفتوحة على الدوام من محبة المسيح اللي بتحتضن كل الخطاب فاليتنا كلنا مع بعض نحط الاي دي قدامنا باستمرار خصوصا وقت ضعفنا نقول لا تشماتي بيا عدواتي اذا سقطت اقوم اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا امين